السلام عليكم حبيباتي صباح الخير عليكم ان شاء الله الفيديو ديالي تلقاكم كاملا بخير وعلا خير وقبل ما نبدأ ونشوفوا المحتوى نصلوا كاملا على النبي اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد البنات اليوم جيدكم بوصفة خبز بالزيتون ووصفة من يديكم خالفة يعني تحطوها في المائدة الرمضانية تحمروا بها وجهكم يعني راحين يعشقوها لعائلة ديالكم تبعوا معايا مقادير بسيطة نسحقو فيها فارينا حليب الماء الزيت شوية تاع الزيتون وشوية تاع المغارين فقنا نديروا كاس تاع ماء كاس بلوتو تاع حليب يكون دافئ اي كاس كيلتو به مش برش شرط عادة اي كاس كان عندكم نديروا مغير فتع خميرة ونص مغير فتع سكر ونخلطو نزيدو الفارينا تلت مغارف تاع فارينا تلت مغارف تاع فارينا نخلطو كلش بالفوي ونغطيوها ونخلو هاد الخاليط يخمر شوية معانا باش تجينا يعني عاجينة خفيفة خفيفة يعني هايلا نغطي الإناء دياري بعد خمس دقايق شوفو كيفاش نلقاوها خمرت هنا نزيد كاس غرباح تاع الماء كاس غرباح وولا نص كاس كيما حبيتو ونبعدا نزيد أربعة تاع كاس تاع زيت ما كاش ما اسهل ونخلط بالفوي ونبعدا عندي نص كاس تاع سميد رقيق نص كاس تاع سميد رقيق كاس تاع فارينا ونزيد معها كاس تاع فارينا هادي يعني كمرحلة أولية ندير الملح ندير حفنا هاكات عزيتون مقطع شرائح وندير السنوج صدقوني هاد اللمسة تعطي الخبز واحد البنة وش نحكيه ولا وش نخليه نخلط بالفوي نزيد الكاس تاني تاع الفارينا نخلط بيديه باش نحس بلعجينة كيفاش نجي تحت يديه باش نعرف شحل نزيد لها الفارينا هنا نزيد بايات تحبه ولاد الجاج علاش بس كالصفر رح ندهن به الخبز ديالي نخلط هاهو ليك بيديه حتى نشوف البيات تاع ولاد الجاج ديالي دخلت خيبيان في العجينة ونزيد الكاس التالت ما كاش ما اسهل الكاس التالت بده العجينة تتليم معايا والجينة رضيت بات حتي يديه لكن انا هنا لحسب الفارينا هنا نعطيكم الكيل لكن انتو ما شوفوا مليح نتبهوا كيفاش راهي لابات هنا زيت الزوج مغار في معمرين ما يعادل لرباح تاع الكاس ولا شوية تحت رباح تاع الكاس تاعيلي يرفض من 20 مليلتر شوفوا هنا يا مع الاخير نزيد نص مغير فا تاع مارغارين اي مارغارين كانت عندكم تعطينا قوام وشو نقولكم حنين حنين كيما انتو ما تجي يعني العجينة تحت يديكم حنينة ما تتلاسقش بيس كالنص مغير فا تعطيها واحد القوام مالقي غير جيطرية لكن ما تقعدش تلسق بزا في يديكم هاهو ليك القوام شوفوا العجينة ديالي معجنتها مدلكتها جينة خفيفة هيلة نغطي عليها ونخليها تخمر ما كاش ما اسهل يعني تقدروا نص ساعة ساعة غربع قبل المغرب وانتو ما وجدتو هاد الخبز اللي على بالي بموحال ما يعجبكمش يعني ندير شوية تعفار هنا نعاون روحي في سطح العمل ونقسم هاد الكمية لزوج هنا تعطيني زوج خبزات ملاح هايلين الحجم ديالهم هايل ما كبير بزاف ما صغير نقسمهم نخليهم نزيدوا يرتاحوا هاديك الخمس دقايق عشرة دقايق لطن اللي ندير غي سيبيون ديالي وندير باراسي ونبدأ نفورمي فيها هنا يعني الشكل يعود ليكم تقدروا تديرهم خبيزات كيما الانبورغر تقدروا تديرهم كيما انا المهم احنا العجينة والطريقة هي اللي تهمنا شوفوا هنا يا ندير ها دائرة نعاون روحي شوية بالحليول السمك تاع الخبز انتو ما ليت حتحكموا فيه تحبو خبز هادا كتاع ارقيق بلاطيوها هاكدا على سمك تاع واحد سنتيمتر حبيتوها الخبزة جي فيها شوية لحمة ما عليكم غير يعني القوام زيدوا تطلعوها حتى تنين ونص سنتيمتر ما كاش ما اسهل التزيين بنا تشوفونا هنا بكوبات يعني الحواف قسمتهم بهذا الطريقة باشوا بعداتي كنا نقرصهم هاكدا في الجن بتاع الخبزة تعطيني الشكل تاوردة نحط غميقة هاكا في الوسط هاهوليك ونبدأ نقرص في الحواف تاع الخبزة ديالي باش نتحصل على هادا الشكل الجميل مليح كيعود هاكا تزين ما يديش الوقت لبنات يعني كو تعرفوني انا نحب الوصافات اللي ما تديليش الوقت وما نكترش في هاد دوران باش ما نخليش الكوزينا كومم تاكل لكا من الوقت ديالي دوكان ولولا دوغيو اللي هي هاداك الصفار تاولا ديالجاج نزيت له شوية حليب باش نزكيه نقدر ندير زوج خبزات ندير يلا اللي تنزيد له شوية حليب قوت لكم وشوية تعنيس كافي ولا قهوة ولا لافاني ونبدأ نرشق في الخبزة ديالي بهادوك شرائحتها الزيتون من اجمل الطيب الوصافات اللي درتهم في القناة جربوها ان شاء الله وترجعوا لي بالخبر نزيد نشبهها شوية تع سانوج ولا حبيتو شوية تع جلجلان الجود بالموجود سخد خليتها عودت خمرت او بعداتيك دخلتها الفور وهكو تشوفو النتيجة بعينيكم اجي واحد الخبزة تنتكل يعني تكلو بلا ما تفيقو شكل جميل القوام رائع ماملي بيسور يعني الخبز ديالنا ماجاش عالي بزاف وماجاش هابط بزاف درت خبزة درتها مشي عالية والخبزة التانية درتها عالية شوية ودوك نوريلكم كيفاش يخرج القوام من اشهل وصفات شوفو القوام ديالها شوفو كيفاش يجي وريتها لكم من تحت شوفو كيفاش يعني وصفة وعليها الكلام وسيختو الشي المهم كام لفد الحكاية اللي تحكي في هذا دح انها سهلة وتندر في وقفة شوفو الخبز ديالنا اهوليك شوفو خبزة 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 بلا فيديو تالي ان شاء الله تكون عجبتكم وسقطتكم نفعتكم ونقلكم حبيبة قلبي شهيدكم في الجنة ودمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا